ناخد عدل الإمام طبعا عيد ميلاده كان محط اهتمام كبير جدا آخر مرحلة أو آخر لقطة في سلسلة الجدل اللي كان حوالين عدل الإمام كان تصحات الزميل إبراهيم عيسى في حلقة الخميس في حديث القيارة هنا في حديث القيارة بتالي مبارح مبارح ولا أول مبارح بتالي مبارح آه فكان بيطالب فيها الأربع بحالة الأربع آه كان بيطالب فيها أن يتم إعطاء قلادة النيل للفنان العظيم عدل الإمام طبعا بص عليها دي دعوة كويسة جدا طبعا بص على كل ما فيه من عز وكل ما فيه من نفوذ وكل من محبة الناس مش من سلطة عدل الإمام لم يحصل على أوسمة من الدولة المصرية عدل الإمام الآن الذي يستحقه قلادة النيل لم يحصل عليه بل الدولة المصرية تتناسى وتتجاهل عدل الإمام عدل الإمام هو هذا الهرم الفني العظيم اللي في الوقت ده بيستخدم ثقة له كهرم فني وإجماع المحبة عليه من كل الأطراف واحترام كل الأطراف أنه يعمل هذا التوازن طبعا قلت النيل يعني واحدة مش واحدة هي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية والرئيس نفسه بيديه وبيوقع عليه وعلى حسب عليا مفيش فني يستحقه طبعا طبعا وده يستلزم تحية عشكري على فكرة اللي ياخده طيب نيجي بقى للي حصل على خلفية مدخلة الزميل عزيز شريف عامر كان في برنامجه بيعمل احتفاء بناسبة عيد ميلاد عدل الإمام وجاب الفنانة يسرى وجاب الفنانة لبليبة وفجأة لبليبة قالت له هديك مفاجأة هدية ويبدو أن يعني إحنا سمعناه أن الموضوع فعلا كان مفاجأة فجي مع عدل الإمام سلم عليه مجرد دقيقة دقيقة ونصف والمكالمة خلصت ناس كثير جدا انبسطت بالمكالمة وبالهدف الأسمى والأهم أن احنا تطمننا على صحة عدل الإمام من المكالمة لكن الناس كمان تانية ما كانتش موسوط خلالنا نعرض وجهتين نظر وعايز أسمع كلام أو رأي خيدي في الموضوع ده لأنه وفيه جزء مهني جدا على شغل الصحافة وشغل الخبر والقصة ويدور طيب عندنا مثلا هشام بيقول شريف عامر خسر مدخلة مع أهم نجم في الوطن وبيقول أن دي فرصة ما تجيش بحد كتير والطبيعي أنه يتطمن على حالته الصحية عشان جبهوره الآن ويبدأ يسأله ويجيله أكتر من كام سؤال وليد برضو بيقول شايف أنها فرصة يا شريف بيقول يعني تحسن استغلالها لم يحسن استغلالها ويجب أن يكون مستعد على ناحية تانية فيه أراء تانية زي مثلا واق الحمدي بيقول أي حد عنده زوء إنساني وإعلامي لو سمع المدخلة هيعرف أن أي سؤال من الأسئلة العشرة المقترحة اللي الناس بتقولها يعني هيبقى سؤال ماسخ أو متفلزك أو مراهق أو عبيت ويقول إن شريف تعامل مع الموضوع ببساطة ولطف الفنان العظيم نبيل حلفاوي كان عنده رأي هو بيقول طبعا بيشكر يوصة وليبلبة على امتهاز الفرصة وكمان بيشكر شريف على وعيه وحسن تأديره لملبسات المدخلة وعدم إلحاحه على إطالتها وهو بالضبط ما كان بيتمنى يعني نبيل حلفاوي ويكفي بيقول يعني يكفي سعادتنا بسماعة الإمام كما عهدنا بسرعة بدهته ومداعباته الخاطفة دعاء من القلب لأعظم كوميديان في تاريخ الدراما النصري إيه رأيك خيري ما بين فكرة إن أنا أستغل حدث زادة وما بين إن أنا أكون لطيف ورأي خلينا أخذ نقطتين النقطة الأولى من المتحدش ومن اللي بتدور حوله الأحداث هو فنان كبير بقدر عاد الإمام لم يدخل مكالمة تلفونية أو ظهور تلفزيوني منذ سنوات فمجرد ظهور صوته هذا مجسب كبير للقناة الإم بي سي وللبرنامج بتاع الأستاذ شريف عامل الجزء الثاني هو مين المحاور المحاور هو واحد من أهم وأفضل الإعلاميين اللي في العالم العرض من أكثر الأبناء جلنا مهنية أكثر مننا بكتير هو شريف عامل شريف عامل حد مهني جدا ومحترم وإنسان هنا ما تعملنيش على أن أنا آلة يجب أن أطرح أسئلة شريف عامل مش محتاج تقول لي واضح أنها كانت مفاجأة لا كانت مفاجأة والطراب شريف على الهوى وساعدته بأن عاد الإمام هيتكلم كانت واضحة بس حتى اضطرابه ده أنا في ظني حتى لو الموضوع لا ما بقاش نسدع أنها يدخل هي الفكرة كلها في إيه أن مكالمة فجأة طب خلينا أكمل لك رؤيتي للشريف بس ثانيا من أول دخلة الأستاذ عادل وهو بيقول له بتضحك عليه هنا كان واضح جدا وأنا كموزيع شايف الضيف الكبير اللي قدامي وأنا مقدر أنه عنده 83 سنة لا يتحدث كثيرا أنه أخذع هنا غرة فجأة خد معاك ما كانش عارف يتكلم من الأول وبعدين ما قالوا له شريف عامر هو مش قادر يجمع احترام شريف ومحاولته ملء الفراغ أو الوقت بتقدير وقيمة الأستاذ هذا كان إنقاذا للموقف وفيه تلقائية شديدة جدا والأستاذ هرج معاه وقال له عايز تقول لي أنت بالناس يعني الناس ما تعرفش أنه عارفين شريف عاش بره سنوات أكتر من ستة سنوات وكانوا أولاده هم صغيرين كانوا عايشين معاه بره فهو لما بيقوله أنت حبيبتهم في العربي وده اللي كتبوا في تعليقه ده كلام مراقب ولابد أن نحترم إنسانية أن عادل إمام مش فريسة مجرد أنه ظهر أو من قد عليه وأقول له بنطمن الناس الناس بتقول أنه عندك الزهايمر أنت مختفي ومش هتمثل تاني ولا هتمثل وأبدأ أسأله بقى أنا مسلته مهنية دين تهزية غير أخلاقية أنا أحيي الشريف على أداءه وعلى صمته ولا وأتمنى حتى كمان تعليقه ألا يلتفت لأن السوشيال ميديا موجات ومش دايماً صدقة والناس بتمشي حسب الرئيسة وفيه نقطة برضا يا خالي يعني دلوقتي فيه ناس كتيرة معا احترامي قيمة الموضوع من ناحية مهنية صحفية يعني بظبط كأني مثلاً بقيم أمر ليه علاقة ما كل صناعة لها قواعدها المهنية التقييم حتى من ناحية الإخبارية إن عدل الإمام بيتكلم ده معنات مئمام ومحتاج بقى يتكلم ساعة هو دي قاله سلام عليكم هو مش هيتكلم من ناحية الإخبارية خلاص اتطمننا على صحة عدل الإمام وده كان السؤال الأبرز والأهم وده العنوان الأهم طفا هوا بقى يسأله بقى على أفلامك وعلاقة فيلم الحريق شريف عمل كل شيء صح وكان ونقل المسألة بعاطفية وإنسانية عالية جداً معاك متفي معاك خيري لكن دي ما معرفش القصة دي ما معرفش أتفع معاك ولا دي ما معرفش أتفع معاك لا ترجمة نانسي قنقر